موسم جديد من مسلسل الوسم بدأ عرضه على منصة شاهد بعد نجاح الموسم الأول وتحقيقه نسبة مشاهدة عالية لقصته التي تحمل كثير من التشويق والغموط في إطار درامي وإخراجي ملفت المسلسل من بطولة النجم قصي خولي وكفاح الخوس وإسماعيل تمر وميسون أبو أسعد وجلال شاموت ووائل زيدان وإخراج السوري سيف الدين سباعي وهو من أعمال شاهد الأصلية اتركوا في القناة على كل المزيد ينضم إلينا من سوريا المنتج أحمد الشيخ أحمد أهلا بيكي سعد صباحك منورنا في صباح العربية صباح الخير سعد صباحكم جنيعا طيب مسلسل تشويق وإثارة عابر للقارات وبقالب درامي هل كان متوقع هذا النجاح لهذا المسلسل؟ وحدثنا أكثر عن فكرته حقيقة كان أكيد من البداية كان متوقع النجاح لكن كان فيه تخوف كتير كبير اللي نحن ماشيين بالخطة الصحية حوالي لا من ساعة البداية اللي اجتماعت فيها أنا وقصي وحكينا هذا مو اجتماع الأول دائما بيكون نحن دائما بشغف التطوير لهذه الدراما وبشغف أنه نحن دائما نكون عم نقدم الشي الصحة لما لتقيت أنا وقصي بالبداية كانت الفكرة أنه نحن نقدم شي مختلف شي يرتقي بطريقة الإنتاج والتنفيذ لتكون للبداية مقدمة بالطريقة الصحيحة فرحنا نقدمناها فكان مقترح من قصي بسلسل فكرة الوسم نعم وتم تطويره مع شركة رايتابلز واللي هو من تالي في الأستاذ باسين الريس وبعدين شاركنا فيه الأستاذ سيبس بائي لحتى تقدمها الصورة الرائعة مع فريق العمل بشكل كب أستاذ أحمد اليوم الأفلام عموما تحمل رسالة وهناك هدف من وراء فكرة المسلسل فكرة العمل لدرامي عندما نتحدث عن اللاجئين اليوم نحن نمس قضية إنسانية ونتحدث عن أسماء القضايا اليوم قضية لاجئين في الأوين الأخيرة لكن عندما نربط فكرة اللاجئ بمحور شر بجرائم بمافيات ما الرسالة اليوم من وراء ذلك؟ خلينا نطلع من حالة إننا مستقصدين اللاجئين نحن كل آياتنا بنعرف إن في حالة حصلت خلال عشر سنين هي إلى علاقة بهجرة إلى علاقة بالبحث عن فرصة عمل إلى علاقة بالخيار كل إنسان مرتبط بخياراته الخيار اللي راحت فيه أحداث العمل هي خيارات تشويقية ممكن نحن نعمل إنسپريشنت كونتنت يكون إلى علاقة بعالم حققت أهداف كتير ميحة بسفرة أو بحجرتها أو بأي أمكان لكن نحن بالوسم نحن رحنا للشريحة اللي هي الأكبر اللي هي عانت خلال الفترة الماضية اللي هي استخدمت البحر ولا استخدمت اللجوء ولا استخدمت الطرق الأخرى بالتعامل حتى نوصل أبعاد إلى علاقة بيقدي فيه شعب عبيعاني عم بيحاول يقدم شيء لكن هو عم بنحرف أكيد ما حدا ما حدا سافر حتى يقدم شيء ما يكون مناسب أو يكون هو عنصر الشر بالحياة طيب نتابع مقتطف آخر من المسلسل ونعود بالحوار معك العالم اللي فتنا له شبكة عن كبوت طيب سيد أحمد يقال أن المسلسل كلف إنتاجه يعني مصاريف وتكاليف عالية هل هذا سبب إنتاج بحلقات قليلة وهل هو مفتوح أمام مواسم أخرى؟ هو حقيقة معمول على شكل أفلام سينمائية يعني كل حلقة تلفزيونية تنفزت بشكل فيلم سينمائي كامل تقدم لها كل الإمكانيات الكاملة بحيث أن تكون وخليني أكد على موضوع كثير مهم أن العمل مؤسس كفورمات أنه هو يكون بسلسلة سيزن إلى علاقة بسبب حلقات مدروسة بشكل كامل وموظفة بطريقة صحيحة إنتاجيا وتنفيذيا فأكيد هذا الكلام بيعمل تكلفة هائلة وخاصة عدد اللوكيشينات لدينا عدد اللوكيشينات مهول بالعمل شكرا جزيلا لك من سوريا حدثتنا المنتج أحمد الشيخ شكرا جزيلا نورتنا في صباح العربية